السلام عليكم مساء الورد أحبتي أحلى مساء من أخوكم نعيم الحمد لله عندي كمية من الحمضيات يا جماعة هذا اللمون الشهري اللي هو الإيطالي والحمد لله لقيت صمرة عشان أوريكم شكلها عندي زارع طبعاً أنا بوملي وزارع يوسفي وزارع برتقال وزارع لمون اللي هو الليم الليمة يا جماعة اللي هو البنزهير الصغير ميزة الإيطالي أو الشهري إن الحباية الوحدة جدت 3-4 حبات من الثاني هذا اللمون الشائع اللي هو السيتروس أغلب وأشهر الحمضيات لسه جيبها من المشتل زي ما أنتوا شايفين يا جماعة عملت لها حفرة هنا ونجلتها مبارح طبعاً نقص عناصر زي ما أنتوا شايفين عنصر الحديد وفي نفس الوقت سوء يعني طوطة في المشتل ما فيش شمس وما فيش تغزية كويسة والطربة وحشة جداً اللي هي الرملة الزجاجية الخشنة فطبعاً كانت الموية بتتصرب على طول لا بتحتفظ مية ولا في عناصر جبتها ونجلتها هنا وهبدأ أرعيها هذا شكل اللمون الشهري الإيطالي تمام؟ اللمونة هادا جماعة زي ما أنتوا شايفين حطيطها هنا مكان مشمس وممتاز جداً والأرض نضيفها ما فيش عروق شجر بالنسبة لهذه الشجرة على السريع إذا أقول لكم شوية حاجات عنها إكثار هذا النبات بيكون بالبزرة وبعد كده بتطعم أو بالتطعيم أو بيئة ترقيد الهوائي أفضل طرق طرق يعني هذه إن شاء الله تكبر معايا لو عصت منها شجرة ببدأ أخذ منها فارع ترقيد هوائي زي اللمونة البنزهير اللي عندي هذا بالنسبة للإكثار بيكون غالباً في الربيع أفضل معاد يعني ممكن الخريف لكن أفضل معاد للإكثار في الزراعة الربيع بالنسبة للرأي كل ما تطرب الجف نسجيها وهي صغيرة أنا بحطها جنب التفتوف تشرب اللي هو الرأي بالتنقيط تشرب مياه جد ما تقدر وهي صغيرة بدأت تكبر بتعتمد على الله ثم على نفسيها ونبعد عنها الماء ونسجيها لما تطرب الجف هذا بالنسبة للرأي تسميد الشجرة هادي دفعة في الشتاء ودفعة في الربيع الشتاء عشان بتكون دخلة على سكون وعايزة حفظ عناصر وفي الربيع عشان دخلة على تزهير وثمار وعايزة برضو عناصر كتير عشان تدينها ثمار كبيرة وحلوة بالنسبة ليه فيه تسميد إلها مهم جداً يا جماعة وهو التسميد الشمس الإضاءة الشجرة هادي كطر الشمس إلها إسماد فطبعاً ده ليه شايفين المشتل نقص عناصر ونقص شمس تقليم الشجرة هادي بيكون مرة في الشتاء وممكن في أوقات تانية نربي الشجرة على أربع أفرع جانبية ونخلي الضوء والشمس يعدوها من النص ونشيل كل الأفرع مستقبلاً اللي بتبقى تخينة والسرطانات واللي ملهاش قيمة وما بيظهرش فيها أي تزهير نريها تسميدها التربة المناسبة أي تربة بتجود فيها بس غالباً الطين والطمي والرمال المكان شمس ساطعة عايزة مكان شمس ساطعة جداً لو زي دول الخليج وحر خالص في جو شديد الحرارة في الصيف ممكن نغطيها أو نظللها بأي حاجة يبقى ريها تسميدها التربة المناسبة المكان المناسب والتجليم زي ما قلنا ممكن فيه الشتاء وممكن في باج السنة في أي وقت إحنا عايزينه وأفضل طرق للإكثار بيكون زي ما قلنا بالترقيد الهوائي أحسن حتى من البزور شايفين يا جماعة جفاف بسبب المشتل ونقص عناصر كنت عامل نقص عنصر الحديد أهو باين عليها دلوقت طبعاً اتنجلت للأرض حط طلع هنا طين مع سماد عضوي مع الرملة بتاعتنا الرملة اللي بتمسك فيها المية وطبعاً لما تنزل على العمق شوية هتبدأ تزبط إن شاء الله وتعتمد على نفسه مش محتاجة أي حاجة عايزين لو مش هتزهر معاكو أو حد عنده هذه الشجرة ما بتطلعش سمر ولا تزهير يبقى عنده حاجة غلط ري زيادة بيعفن الجزور قلة ري وجفاف بيتوقف النمو تقليم جائر بيأسر على الشجرة وبتبدأ تعتمد أنها تطلع نمو خضري ومش هتزهر ولا تثمر وممكن برضو قلة الشمس قلتلكم قلة الشمس وعدم كفيتها بتطعيفها جداً شايفين شكلها تشوفها مستقبلاً كيف هوريها لكم هتبقى زي باقي الشجر اللي عندي قمة الخضار وتبدأ تكبر معانا وهذا شكلها هذا كل شيء أنصحكم بيها شجرة رائعة ومن أشهر أشجار الحنضيات وثمرها كبيرة ولو اهتمنا بيها بتدي محصور رائع وطول السنة غالباً ساعات مش عقد الربيع طبعاً يا جماعة بتزدهر جداً في الربيع والصيف وتجني في الخريف وبيحصلها سكون في الشتاء اللمون الشهري الإيطالي طبعاً لسه زرحها وإن شاء الله ورها لكم مستقبلاً أحلى مسم من أخوكم نعيم ورها لكم مستقبلاً نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية وأحلى مسم من أخوكم نعيم وإن شاء الله جماعة عايز أعمل مشتل في البيت عجبني موضوع الزراعة جداً وإن شاء الله عايزكم تتابعوا معايا كيف هعمل إكسار لكل النباتات الفترة الجاية ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية والسلام عليكم